السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي أحبائي طلاب الشهادة الإعدادية في ربوع مصر الطاهرة أهلا بكم في حلقة جديدة متجددة بكم دائما برنامجكم محبوب برنامج مدرسة على الهواء في مادة اللغة العربية لشهادة الإعدادية يطيب لنا المقام ولا تكتمل فرحتنا في تلك الحلقة إلا باستضافة أستاذنا الفاضل أستاذ علاء أبو العنين أهلا بحضرتك أستاذ علاء أهلا بك أستاذ وليد وأهلا بكل طلابنا وطالباتنا من الشهادة الإعدادية في حلقة جديدة ومتميزة من مرنامجهم مدرسة على الهواء ودرس جديد من دروس اللغة العربية الخالدة طيب يعني إحنا الحمد لله قطعنا شهود جميل جدا مع بعض خدنا مع بعض جزء من الناح وخدنا معنا درس المنادة وخدنا برضو النصوص خدنا نصين وخدنا درس قراءة فمحتاجين إحنا النهاردة نفكركم تاني كده بشوية حاجات في الناح ها مين فاكر معنا احنا قلنا قبل كده إن المنادة وده أول درس وده مهم قوي يعني ربع درجة الامتحان على المنادة المنادة عندنا أكتر من نوع منادة علم وعندنا منادة ناكرة مقصودة ودول بيبقوا مبنيين وعندنا منادة ناكرة غير مقصودة ومنادة مضاف ومنادة غير مضاف والتلاتة دول بيبقوا منصوبين تمام؟ تعالوا نشوف النهاردة كده أخبار البدل إيه يعني إيه رأيك يا أستاذ علاء؟ احنا عارفين إن الماتش دايما أو ماتش الكرة مبورات الكرة القدم بيبقى فيها أكتر من لعب أحيانا المدير الفني بيحاول يغير بعض اللعيبة هل ينفع مثلا إن هو يطلع لعب وينزل جون مكانه؟ ولا هيختلف الدنيا؟ هو بيطلع لعب في مركز معين من المراكز وبيحط اللعب في نفس المركز الهجوم يبقى هجوم والدفاع يبقى دفاع بس إحنا هللاحظ حاجة عزواليد إن اللعب اللي دخل مكان اللعب اللي طلع بيقدي نفسي المهمة ونفس الوظيفة ينبقاش فيه اختلاف ما بين ده أو ده فمسلا حضرتك أنا حضرتك بتشتغل معلم وأنا بشتغل معلم لو بدنا الأماكن مع بعض هنلاقي برضو إن إحنا أنت هتقدي وظيفتك وأنا هنقدي نفسي الوظيفة مفيش اختلاف بيني وبين إيه وبين حضرتك جميل يعني مثلا الأب إنغاب عن المنزل فأولادنا الذكور اللي في طلاب تلت عدادي الرجالة يعني اللي في تلت عدادي هو هاكيد هيبقى مكان بابا في البيت أو أخو الكبير فده اسمه بدل يعني مين بدل باباك لما حد يسألك مين بدل بابا تقول له أنا تمام مين بدل ماما تبقى أختك يبقى فيه حد بيبدل مكان حد بيقوم بنفس الوظيفة ونفس الإيه ونفس الأداء فتعال نشوف كنا مع بعض البدل عندنا مثال بيقول تولى الفاروق عمر الخلافة بعد الصديق أبي بكر إيه اللي احنا ملاحظينه في المثال عايزين أولادنا يستنتجه معنا تولى الفاروق عمر طبعه الفاروق هو عمر وعمر هو الفاروق بعد الصديق أبي بكر طبعه الصديق هو أبي بكر وأبي بكر هو الصديق يبقى كلمتين دول أقدر أن أنا أشيل الكلمة الأولانية وقول تولى عمر الخلافة بعد أبي بكر أو ينفع أقول تولى الفاروق الخلافة بعد أبي بكر مرة حزفت دي ومرة حزفت دي والمعنى واحد يبقى كده معنى كده أن كلمة الفاروق وعمر ينفع أن أنا بدل ما بينهم مغالباً التانية هي الابتبائي بدل تمام يا سيدة إذا حددك ما تفضلت لأ إن الفاروق هي عمر والصديق هي أبي إيه؟ أبي بكر لأن دي ألقاب طبعاً مشهورة وهم معروفين بها سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق وسيدنا أبو بكر الصديق أو صديق هذه الأمة فإحنا لو شلنا كلمة عمر كلمة الفاروق هتتولى مكان كلمة إيه عمر فتولى الفاروق عمر الخلافة طيب نيجي لو جينا مثال كمان عندي تحدثته مع العالم أحمد زويل تمام؟ عندي هنا نوع تاني العالم طبعاً ديت وظيفة من الإيه؟ من الوظائف والعالم مين أحمد إيه؟ أحمد زويل فبالتالي هتلاقي أن العالم مع أحمد زويل الاتنين برضو هيقوموا بنفس الإيه؟ بنفس الوظيفة يعني العالم هو أحمد وأحمد هو العالم تمام فطبعاً ده النوع أول من أنواع البدل بن ساميه والسيد وليد البدل المطابق اللي البدل بيكون فيه مكان المبدل إيه؟ المبدل منه ده كده حضراج دخلت في أجزائه آه تمام كده أنت قلت حاجتيه فيه كلمة اسمها بدل وكلمة هتبقى مبدل منه مبدل منه طيب نبين لهم كده مين البدل ومين المبدل منه؟ المبدل منه بيكون الكلمة الأولينية تمام والكلمة التانية بنسميها لإيه؟ البدل جميل يعني هنا مثلاً تحدثته مع العالم أحمد آه تمام؟ طبعاً مليش ده عبد زويل ده والده يعني تمام؟ لكن أنا العالم أحمد الكلمة الأولى حضرتك قلت مبدل منه تمام والكلمة التانية هتبقى البدل إيه الجملة أو الكلمة اللي أنا هركز عليها السنية دي اللي هي أحمد آه اللي هي البدل تمام البدل اللي هيجي لي طبعاً استخرج بدل مثلاً ويعربه أو وبين إيه؟ وبين نوع يعني زي النعت والمنعوت العطف والمعطوف عليه آه فهي عندي هنا كلمة البدل هي التانية تمام إيش أنا أولادنا أحياناً بتلغباتوا ليه العالم وأحمد لا هي كلمة واحدة بس يبقى مين البدل هنا؟ أحمد مين المبدل منه؟ العالم العالم فالبدل طبعاً هو تابع زي ما حضرتك قلت من التوابع يتبع المبدل إيه؟ المبدل منه في الإعراب طيب إحنا لو جينا اتكلمنا يا سواليد على أنواع إيه؟ أنواع البدل لو جينا مع بعض كده البدل عندنا كم نوع؟ تلات أنواع تلات أنواع أول نوع بنسميه البدل المطابق تمام ولو اسم تاني أستاذ وليد اللي هو كل من كل كل من إيه؟ من كل مش فاهم يعني المثال يتضح المقال أستاذ علاء أما أقول مثلاً انتصر المظفر قطز على التطور جميل ده مثال تمام كده؟ عندي هنا فيه ملاقب اللي هو مين؟ المظفر المظفر يعني المنتصر المنتصر وده معنا كعادة الملوك زمان كانوا دايماً بيلقب بإيه؟ بلقب زي الصالح نجم الدين تمام والاسم اللي هو مين؟ قطز ده اسمه تمام طيب أنا لو شيلت واحد منه ما أستاذ وليد فيه تأثير في المعنى؟ لا خالص انتصر قطز على التطار هي هيها انتصر المظفر على التطار فالمعنى واحد المعنى واحد أو المعروف ان الانتصر ومين؟ طبعاً قطز جميل فعشان كده منه ده بدل مطابق يعني بيطابق المبدل إيه؟ منه؟ هو هو بالظل هو هو ما فيش فال إيمان لده؟ ما فيش أي تدير أو إيه؟ أو ده طيب فيه بعض طلابنا بيعرفوش استخرجوا البدل ده من القطع يا أستاذ وليد طب نجبلهم قطع كده ونوريهم يمكن يطلعوا معنا؟ تمام تعالوا شوفوا القطع كده مع بعض لعب فريق المدرسة الأول والثاني مباراة جيدة ترتسم بالأخلاق الفاضلة مبادئها وكان الشوط الأول معظمه يتميز بالهجوم من اللاعب عمر ومن اللاعب عمر واللاعب محمد تمام؟ زي ما احنا شايفين كده في بعض الكلمات تحتها خطوط زي كلمة الأول لعب فريق المدرسة طيب الأول والثاني مش هم من فريق المدرسة؟ آه يبا دي كده هنتكلم فيها في البدل طب بعدها بالأخلاق الفاضلة مبادئها مبادئ مين؟ الأخلاق يبا ليه علاقة بكلمة الأخلاق وكان الشوط الأول الشوط معظمه يبا كلمة معظم لها علاقة بكلمة الشوط الأول طيب وهنا اللاعب عمر واللاعب محمد عندي عمر هنا ليه علاقة باللاعب ومحمد ليه علاقة بإيه؟ باللاعب تمام؟ لو مسكناها كده أستاذ علاء الأول والثاني يعني مثلا فريقة المدرسة ونوضحها لأولادنا فريقة المدرسة الأول والثاني هنجد هنا أن الاتنين واحد الاتنين واحد طيب يبقى مين البدل؟ هي كلمة الأول الأول طيب ليه ما خدناش الأول والثاني يا أستاذ علاء؟ لا إنا كلمة الثاني مش هنعرفها بدل لأننا قبلها أداة إيه؟ عطف فبالتالي هنعرف كلمة الثاني إيه؟ معطوف تمام فالبدل عندنا بيكون اللي هو الكلمة اللي بعد المبدل منه مباشرة. لها كلمة الاول. اللي هي كلمة الايه? الاول. طيب. لو احنا برضو سواليد نوضح اكتر لطلابنا بعد صور وبعد اشكال الايه البدل المطابق او كل من كل اللي ممكن تيجي فيه الامتحال. عندنا من صوره ان يجينا زي ما قلنا في الجمل اللي كتبناه قبل كده لقب يأتي بعد ايه ايه? زي اسم. اسم. مسلا زي الصديق. ابو بكر. ابو ايه? ابو بكر. تمام? فعندي الصديق لقب. هو ابو بكر ايه? اسم يبقى عندنا البدل مين? ابو بكر. ابو بكر. تمام. وممكن يجي لي وظيفة. بعدها برضو ايه? اه. اسم او علم. المدير مثلا. اه. المدير محمد مثلا. تمام. او ممكن اللاعب زي ما عندنا هنا كده. اللاعب. عمر. عمر. تمام. يبقى عمر بدل من اللاعب. بدل من اللاعب. تمام كده? ممكن يجي لأستاذ وليد وديات بتبقى مشهورة جدا وبتيجي في قطعة الامتحان اسم ايه? اشارة. اشارة زائد كلمة معرفة بالالف والايه? واللام. بقل. يعني فيها الاف والام. اه. بشرط ان انا ينفع بدلها. تمام. تمام. فامولي مثلا ايه? هذا الطالب ناجح. تمام كده? جميل. طيب انا لو شلت هذا هقولي الطالب ايه? ناجح. ناجح. طب لو شلت الطالب بهذا ايه? ناجح. معنى معنى الجملة تامة ما فيش فيه اي مشكلة. جميل. طيب بس برضو عشان ننبي طلابنا انا ممكن يجي مش اي كلمة بعد اسم الاشارة. طيب معرفة بالالف والامن يعني بها بدل. تمام. فمسلا الايه? الامتحان قريب. نكتبه في جملة تانية. تمام. الامتحان قريب. مم. ويعرف ذلك مسلا. ويعرف ذلك الايه? الطالب. تمام كده? طيب. هي ذلك اسم اشارة عشان اولادنا ياخدوا بالهم. تمام. اه. اسماء الاشارة عندنا اه اسماء الاشارة عندنا هذا وهذه هذان هاتان هؤلاء وذلك وتلك. تمام. احيانا كتير بتيجي ذلك وايه? وتلك. تمام. طيب. انا لو شيلت يا اسم وليد كلمة الطالب. وقوله هيعرف ايه? ويعرف ذلك. طيب هل الجمل هنا معناها تم? لا خالص. لم يتم. اكيد فيه فاعل للايه? للجمل. فبالتالي كلمة الطالب هنا لن تعرب ايه? لن تعرب بدل. انما هنعرفها طبعا. فاعل. فاعل. مرفوع. لان مين اللي هيعرف الفاعل? مين اللي عمل المعرفة؟ الطالب. اه. تمام? يعرف الطالب ذلك. تمام. احنا اتفقنا ان البدل ومو بدل منه والاتنين بيقوموا بوظيفة بعض. ينفع بدل ما بينهم. زي عبدل ما كان حضرتك وحراك في ما كان. اه تمام. بالنسبة. انما هنا طبعا الطالب مش هينفع يجي مكان اسم الايه? اه اسم الاشررة مش هينفع يجي مكان الايه? مكان طالب. فده شكل برضو من اشكال البدل الايه المطابق تمام ممكن اه يعني ايه بدل مطابق تاني يعني الاتنين قد بعض بالزبط زي الفاروق ومر الصديق ابو بكر هذا الشاعر هذا اللاعب تمام فدي صورة من صور الايه البدل ودي بتي كتير جدا في الامتحان ذلك الرجل محترم يبقى كلمة الرجل لانها جاي بعد ذلك نخبنا ذلك وتلك دي من اسماء الاشارة ممكن يا سبا لي دي جلنا بقى كلمة وايه وتفصيلها اللي احنا بنسميه تفصيل بعد ايه بعد اجمال يعني مثلا زي ما جبنا هنا لعبه فريق فريق المدرسة المدرسة مين مين الاول الاول والثاني والثاني تمام كده هو هنا فصل ل zastصلي مين هم فريق الايه المدرسة الاول والاي والثاني طبعا هتناخد الكلمة الاولى لقنا نعليها هي الايه هي البدل وفي نص كمان هناخده مع طلابنا ان شاء الله لو نص رحمة وايه ومحبة في قول النبي صلى الله اتقوا الله في ايه? الضعيفين. الضعيفين. المرأة واليتيم. المرأة والايه? واليتيم. فيبقى المرأة هنا تعرف بدل من كلمة الضعيفين. اما اليتيم فهي معطوفة عليها. تمام. عايزين برضو مبين لأولادنا حاجة واستاذ علاء. يعني يجلس وليده علاء. يشرحان. يبقى الاتنين مشتركين مع بعض في حاجة. الاتنين حاجة واحدة. تمام. في المعنى حاجة واحدة. لكن في الاعراب يبقوا كلمتين. تمام. فهينا برضو لعب فريق المدرسة الاول والثاني. الفريق الاول والفريق الثاني. الاتنين مع بعض مالهم. الاتنين في المعنى حاجة واحدة بس اللي هما فريقة المدرسة. لكن الاول ليه اعراب والتاني ليه اعراب. بعد حرف العطف يبقى على طول معطوف. وبيتبع ايه? يتبع ما قبله. يتبع اللي قبله. تمام. يبقى دي كده صور. صور البدل اللي هو المطابق. او بدل كل من ايه. يعني اما يجي لقب زاد اسم. يا اما يجي وظيفة زاد اسم. يا اما يجي اسم اشارة زاد كلمة معرفة بالالف واللام. يا اما يجي حاجة فيها تفصيل بعد اجمال زي الضعيفين المرأة واليتيم. زي فريقة المدرسة الاول والثاني. احب الفصل كل ما احب الفصل مثلا. محمد واحمد وكذا وكذا وكذا. اول كلمة بناخدها بدل الباقي بيبقى ايه? بيبقى عطف عليها. تمام? احيانا فيه كلمة كمان يا سوز عليها بتكرر. ازاي? اقولك مثلا ذهبت الى السفارة. وبعد كده ابتدي اشرح كلمة السفارة. سفارة مثلا السعودية. سفارة الامارات. يبقى كلمة سفارة اللي هي كلمة تانية دي تعتبر ايه برضو? بدل. اكلته الطعام. طعام العشاء. يبقى كلمة طعام ايضا تعتبر ايه? تعتبر بدل وبدل مطابق لان هي هي بالزبط. انت روحت فين? السفارة. طب وضح لي الكلام اكتر يبقى سفارة الامارات. ده التوضيح بتاعها يبقى كلمة السفارة هي بدل من كلمة ايه السفارة الاولانية اللي هي بالالف واللا طيب ده كده بالنسبة يا أستاذ علاء لبعض الانواع اللي موجودة قدامنا ماشي فأول مثال مثلا نجيب أمثلة تانية كده على البدل المطابق زي ما احنا شايفين الأديب قاسم أمين ده على لإنشاء أول جامعة ها مين من أولادنا فكر معنا الأديب قلنا دي وظيفة وبعد كده قاسم أمين هناخد قاسم أمين على بعضها ولا قاسم بس ناخد قاسم يبقى قاسم هنا ده بدل الأديب هو وقاسم وقاسم هو والأديب يبقى على طول بدل مطابق طب تعالوا نشوف المثال التاني قرأت الكتاب نصفه هنا فيه اختلاف يا أستاذ علاء ايه حكاية نصفه دي كلمة نصف الكتاب هو مش كله ايه حكايته هلاحظ ان انا ما قررتش الكتاب كله يا أستاذ وليد انا قررت جزء منه صح كده ده النوع التاني من أنواع البدل اللي احنا بنسميه البدل بعض من ايه من كل هو مبين من اسمه بعض من ايه نصف الكتاب جزء من ايه جزء من الكتاب كبر او صغر هو جزء منين جزء من ايه من الكتاب طيب البدل بعض من كل زي ما احنا عارفين هو بقى بيكون البدل فيه جزء حقيقي من المبدل ايه منه طيب يعني ايه جزء حقيقي يعني جزء ملموس ممكن اشوفه بعنايا اولا مسوا ايه امسكوا بايدي تمام فده بنسميه بدل بعض من ايه من كل طيب زي قرأته الكتابة ايه نصفه كلمة النصف الكتاب هو جزء حقيقي منين من الكتاب من الكتاب فبالتالي بقول عليه بدل بعض من ايه من كل بس بشرط لازم ان يكون فيه يا أستاذ وليد ضمير يعود على مين يعود على المبدل منه عندي هنا كلمة نصفه وفيها ضمير الهاء اللي هو الغائب يعود على مين يعود على الكتاب ده شرط يعني ينفع شلها وقول قرأته نصف الكتاب تمام دي معنى يعود الضمير يعني عشان اولادنا يفهموا يعني يعود الضمير فهنجد مثلا ان الهاء ينفع ان انا شيلها واجيب كلمة ايه الكتاب يعني ينفع قراءته الكتاب نصفه ويبقى الهاء هنا ينفع ان انا حط مكانها الكتاب قراءته نصفة الكتاب ها خدنا بالنا يعني ايه الضمير يعود على ده طيب سهلة كده طيب ده بدل ايه ده بدل بعض من كل يعني اهي قراءته نصفة الكتاب احنا طبعا الجملة الاولى هي اللي فيها بدل قراءة فعل ماض والتاء تاء الفاعل ضمير والكتاب مفعول به لحد هنا الجملة خلصت لكن كلمة نصفه اللي في الاول دي بدل من مين من الكتاب يعني جزء منه طيب الجملة التانية بس عوضنا بالضمير عن ايه عن الكلمة الاساسية بقرأته نصف الكتاب يبقى ينفع ان انا شيل ايه الضمير وحط الكلمة الاساسية اللي هي قرأته نصف الكتاب طبعا بحول الجملة عشان اتأكد اكتر بحاول ان مضاف ايه ومضاف ايه ان مشيت معي يبقى هو دي البدل المطلوب معي بس من ساميه طبعا بدل بعض من ايه بعض من كل يعني كده اخدنا نوعي من انواع البدل منها البدل المطابق اللي قلنا هو هو بالضبط المعلم علاء يبقى علاء ده بدل من ايه من المعلم اللاعب محمد يبقى محمد ده بدل من اللاعب المدير وليد يبقى وليد ده بدل من كلمة المدير المذيع احمد يبقى احمد ده بدل من ايه من المذيع ده البدل المطابق اما بدل بعض من كل لازم بقى جزء ومتصل به زي قراءته الكتابة نصفه القصيدة أبياتها مثلا ده جزء من ايه منها طب ايه النوع التالت ده أعجبني القائد حزمه حزم يعني الإرادة القوية والتصرف فيه الأمور الصعبة يبقى الحزم مثلا شدته هل الحزم ده هاي أستاذ علاء قدر أمسكه زي مثلا نصف الكتاب كده ولا مختلف شوية لا طبعا الحزم ده شيء معنوي أنا بشعر بيه أو بحس ايه بيه إنما ما قدرش أمسكه بيه بأيدي فدا النوع التالت اللي بي نسمعه بدل pedل الاجتمال وبيكون فيه البدل مما يشتمل عليه المبدل ايه المبدل منه الاجتمل يعني مش قادر تمسكه اه مش حاجة حاجة معنوية تمام فالفرق ما بين البعض من كل والاجتمال ان البعض من كل حاجة حسي مادية يعني قدر أمسكه بايه بايدي إنما الاجتمال بيكون شيء ايه معنوي وأنا بفهمه أو أشعر ايه أشعر به يعني الاتنين زي باع purchase اه الاختلاف بس واحد فيه محسوس والتاني لا واحد جزء من المبدل منه والتاني لا تمام جميل وبس بيشتركوا برضو في شرط ان لازم يكون فيه الضمير اللازم يعود على المبدل ايه منه فمثلا لما اقول مثلا 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 كده اعجبني الطالب ذكاؤه تمام طبعا الذكاء هنا هو مش جزء محسوس من الايه من الطالب تذكاء اللي هو التفكير فده شيء معناه فبالتالي بنقولها على كلمة ذكاء طبعا دي بدل ايه بدل اجتمال يعني اول احدد ان هي الكلمة دي لها ارتباط بكلمة الطالب وبعد كده هي جزء منه بس انا مش قادر امسك الجزء ده يعني الذكاء مش موجود يعني مش هنيعرف نمسكه ففي الحالة دي بقى بدل ايه بدل اجتمال عايز اتأكد رقم واحد انها جزء منه رقم اتنين الضمير يعود على المبدل منه اللي هو الطالب زي ما حضرك قلتلنا اعجبني ذكاء ايه زكاء الطالب عبدل كده عامل اعتبقى اعجبني اتناغي طبعا نعم اعجبني ذكاء او ليه ذكاء الطالب فطلعت نفس المعنى بالزبط تمام تمام طيب فيه ملحوظة كده استاذ علاء اعجبني الطالب ذكاءه يعني لو احنا جينا نعرف مثلا كلمة الطالب هنجد ان كلمة اعجبني بصوا كده معنا بعض الافعال زي اعجبني اهمني اصرني افرحني احزنني اللي بيجي بعدها على طول فاعل اقنعكو يهقنعكو تمام اعجبني مثلا زي المسال اللي كتبه استاذ علاء اعجبني الطالب ذكاءه هو ايه اللي عمل الاعجاب يعني ايه الحاجة اللي انا قلت عليها وهو يعني حاجة جمدة جدا ايه الاعجاب اللي حصل ده الاعجاب حصل بسبب ايه بسبب الطالب بسبب ايه الطالب تمام اقولك مثلا اصرني منظر الورد ايه اللي عمل لي صرور منظر الورد بقى كلمة منظر دي هي الفاعل تمام أما أعجبني إلياء المتكلم الأستاذ علاء بشاور عليها دلوقتي دي أهي دي مفعول به ضمير مدني في محل نصب مفعول به واحدة واحدة تانية ونركبها إيه اللي عمل إعجاب الطالب يبقى الطالب فاعل إلياء دي تبقى مفعول به لأن الإعجاب وقع علي أنا تمام؟ نفس المثال أحزنني فعل أحد الطلاب في الفصل إيه اللي عمل للحزن فعل أحد الطلاب وده الفاعل الحزن ده وقع على مين وقع علي أنا أعجبني أهمني أحزنني أسرني أدهشني اللي ده شوي علي يبقى الياء دي هي اللي مفعول إيه مفعول به تركاز غنانة كده أولادنا في ثلث أعدادي ياخدوا بالهم إيه ياخدوا بالهم منها عشان إن شاء الله تبقى بسيطة تأكيداً لكلام أستاذ علاء تاني زي ما إحنا شايفين لو إيه الفرق بين قرأته الكتاب نصفه واعجبني القائد حزمه هجد هنا إن نصفه جزء من الكتاب أما كلمة حزمه في جزء من القائد لكن جزء غير محسوس يعني ما أدرش إن أنا أمسكه فقولنا عليه بدل اجتمال يبقى عندي البدل ثلاث أنواع وحاول تستخدم الحركات معايا بدل بعض من كل بدل اجتمال والكبير بتاعهم اللي هو البدل المطابق أو كل من إيه أو كل من كل الاتنين الأخرينيين اللي هو بعض من كل الاجتمال لازم فيهم ضمير يعود على المبدل منه الفرق بين بعض من كل والفرق بين الاجتمال إن البعض من كل جزء محسوس أقدر أمسكه أما الاجتمال زي الذكاء زي الصبر زي الحلم زي الجمال زي مثلا أي حاجة مش محسوسة حوالينا فنجد إنها يعني حاجة مش ملموسة تمام فنجد إنها بدل إيه بدل اجتمال تمام أعجبني علي علمه العلم ينفع تمسكه أبدا ذكاؤه آه خلاص إبقى ده بدل إيه اجتمال قلنا بشرطين ليها علاقة بالمبدل منه الشرط التاني مهم جدا 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 يكون فيها إيه يكون فيها ضمير نشوف كده بعض التدريبات عين البدل والمبدل منه وبين نوعه فيما يأتي أول مثال هذه الجريدة تنطق بالحق أستاذ علاء علمنا هدية جاب لنا هدية قال يا جماعة إن أول ما تلاقي عندنا اسم إشارة والصورة على طول لقيت كلمة الكلمة دي فيها ألف ولام يبقى على طول دي بدل لو ينفع أبدلها أبدلها إزاي أستاذ علاء أخفي كلمة الجريدة هذه تنطق بالحق هي هيها الجريدة تنطق بالحق يبقى كلمة الجريدة دي هجد هنا إنها إيه إنها بدل طب فين المبدل منه كلمة هذه بالمرة الجميلة دي كده ناخد الإعراب بتاعه إن البدل بيتبع المبدل منه مش فاهم يعني كلمة الجريدة هتمشي ورا كلمة هذه هذه دي جاء مكان مبتدأ آه يبقى كلمة الجريدة دي بدل مرفوع علامة رفعه الضمة طب نوعه ما الجريدة هي هي هذه وهذه هي هي الجريدة يبقى ده على طول بدل إيه؟ بدل مطابق تمام الجملة الثانية يا أستاذ وليد سلمته على الشاعر أحمد شوق طبعا عندي هنا كلمة الشاعر ده وظيفة من الوظائف وإحنا قلنا قبل كده أن وظيفة يأتي بعدها علم أو اسم يبقى نعرف أن الاسم ده هو الإيه؟ هو البدل طيب يبقى البدل عندي كلمة مين؟ أحمد طيب نوعه إيه؟ ده من الصورة اللي احنا قلنا علىها في البداية يبقى نوعه بدل مطابق طيب أنا لو جيت أعرف كلمة أحمد سلمته على الشاعر أحمد إيه؟ أحمد شوق طبعا هنا المبدل منه اللي هو كلمة إيه؟ الشاعر طبعا يبقى اسم مجرور وعلامة جريه إيه؟ الكسرة طيب أما كلمة أحمد فطبعا هتبقى بدل إيه؟ بدل مجرور لأنها تبعت الكلمة التي إيه؟ الكلمة التي قبلها جميل أكلت الشجرة ثمارها أكلت الشجرة ثمارها طيب أنا عندي كلمة ثمار لها علاقة بالشجرة طب يا طرى متصلة بيها ولا لأ أو طبع متصلة بيها يبقى البدل هنا كلمة ثمارها أتأكد في ضمير وبعدها إيه وبعدها كلمة الشجرة فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله أهلا بكم وعودنا إليكم بعد فاصل قصير كان معنا مثال أكلت الشجرة ثمارها طبعا إحنا كنا شغالين في درس البدل فنجد هنا أن كلمة ثمار متعلقة بكلمة الشجرة وجزء منها إذن يبقى كلمة ثمار بدل المبدل منه الشجرة تمام ونوع البدل هنا أكيد بعض من كل لأن جزء منها من الشجرة أكلت أنا أكلت إيه الشجرة يبقى مفعول بيه منصوب تمام طيب ثمار هيبقى هيبقى بدل منصوب وعلامة نصبي الفتحة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه ناخد بالنا بموضوع الإعرابات أنا عندي كلمة ثمار هنا مقسومة نصين ثمار هي دي البدل والهاء مضاف إيه مضاف إليه مثل اللي بعده أعجبني المعلم خلقه طبعا البدل هنا طبعا يبقى كلمة إيه كلمة خلقه لأنها متصلة بكلمة إيه المعلم كمان فيها ضمير اللي هو إلهاء العائد على كلمة المعلم طيب أعرف إزاي ممكن أقول أعجبني خلق إيه المعلم تمام فإنا حولت البدل من بدل ومبدل منه اللي مضاف ومضاف إيه إليه طيب يبقى كلمة خلقه هي البدل نوع يا أستاذ وليد أنا ما قدرش أمسكه يعني الخلق ما بيت نسكش يبقى بدل اجتمال تمام شيء بيفهم أو شيء بنحس إيه بيه طب أعجبني المعلم المعلم إذا ما حضرتك عربت قبل كده هتبقى فاعل مرفوع علامة رفعيه الضمة يبقى بالتأكيد كلمة خلقه هتبقى بدل أيضا إيه مرفوع علامة رفعيه الضمة لإن إحنا قلنا إن البدل تابع من التوابع بيتبع المبدل منه في الإعراب تمام أكلت الطعام طعام العشاء تعالوا نشوف كده أكلت الطعام جملة خلصت بعد كده بوضح أو بفسر فبقول طعام العشاء فأجد هنا كلمة الطعام بدل من كلمة الطعام اللي قبلها على طول وده نوع بدل مطابق والطعام هنا مفعول به بقى هنا كلمة الطعام التانية هتبقى بدل منصوب علامة نصبه الفتحة تمام بعد أكل الطعام أكيد لازم يعني نعرف شوية معلومات حلوة كده عشان نهضم الطعام نصبه علامة أكيد أستاذ أليد طبعا ولازم نطل إطلالة على العلماء العظماء اللي موجودين واللي كانوا موجودين معنا في مصر واللي شرفوا مصر في كثير من الميادين العلمية سواء في الطب أو في الكيمياء أو في الفيزياء الحمد لله معنا في المنهج بتاعنا النهاردة أو في حلقة النهاردة معنا موضوع جميل جدا أستاذ أليد بيتحدث عن العالمة سميرة موسى سميرة موسى طبعا هي قبل ما تكون علمة من العلماء هي فلاحة مصرية من إحدى قرى محافظة الغربية بتسمى قرية سيمبو جمع نعرف دلوقتي كانت لها طموح عظيم جدا أستاذ أليد وهو حب العلم والشغف للكشف عن الغوامد وعن كل ما هو جديد وده اللي خلاها تصل إلى أعلى المراتب العلمية في مصر وفي العالم الخارجي وتوصلت لعلاج مرض خطير جدا هو مرض السرطان باستخدام حاجة يعني لنا نتوقع أن الإنسان يستخدمها فيه السلم خالص هي طبعا الظرة كل ما نسمع كلمة الظرة يبقى اتجاهنا كله بيتجه إلى الحرب والقنابل الذرية ولكن سميرة موسى طوعت هذه الظرة لعلاج مرض السرطان والخير البشرية جميل يعني نبدأ كده مع سميرة موسى الفكر الأساسية مولدها نتناول مولد انتقالها إلى القاهرة حصلها على الدكتوراه في وقت قياسي العلم الذي برعت فيه سميرة موسى سبب اختيارها العلم الظرة سميرة موسى تواصل أبحاثها الظرة وتسخرها من أجل السلام وفاة سميرة موسى وكده يبقى اختمنا الموضوع نبدأ كده فكرة فكرة أول فكرة عندنا في سميرة موسى ميلادها طبعا ولدت سميرة موسى عام 1917 زي ما قلنا بقرية تسمى قرية سيمبو بمركز زفتة محافظة الغربية وقتمت حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية مثلها مثل باقي الأطفال اللي بيحب انهم خاصة في قرى الريف يلتحقوا بالكتاب لتعلم القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة ثم بعد ذلك الزهر نبوغها وتفوقها في المدرسة الأولية يعني في بداية تعلمها بالقرية وبدأ حبها الشديد للعلم والمعرفة وأدركت سميرة موسى أن العلم هو الهدف والرسالة والحياة فماذا قررت يا سيد وليد؟ نعم يعني حين قررت سميرة موسى أن العلم هو الهدف والرسالة والحياة قررت أن العلم أولى من أي شيء وأحق من أيه وأحق من كل شيء السلام عليكم وعليكم السلام إزايك يا أسماء؟ أخبارك إيه؟ حسناء حسناء طيب ما أجمل هذه الأسماء يا حسناء إيه الأخبار؟ عنديك سؤال؟ أهو كان عندي في النحو اتفضلي إيه يا وعظا غيرك ابدأ بنفسك يا وعظا غيرك ابدأ بنفسك يعني تقول عايزة تسنيها وتجمعيها إيه لا كنت عايزة أعرف هو مضاف ولا شديد بالمضاف طيب أنت اللي هتحليها معنا إحنا متعودين كده أولادنا الشطار اللي بتصلوا بنا حسناء بالذات أهل الصعيد يعني أهل أسيوت تمام هما اللي بيحلوا معنا أنا عايزة أشوف فين أداة النداء إيه إيه فين المنادة إيه وعظا واعظا هو بيوعظ بس؟ او بيوعظ صغيره؟ من ايه بيوعظ صغيره جميل يبقى كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين كلمتين طلما كلمتين يامضاف بمضاف او مضاف او ايه رأيك أنا عندي تنوين قلنا الإضافة والتنوين لا يجتمعان يبقى ده مضاف أو شبيه بالمضاف ايه شبيه بالمضاف ممتازة جميل طب إيه رأيك عايزين نخليها مضاف ها هتبقى هنفرش التنوين هتبقى يا واعظة صغيرة جميل أو يا واعظة الناس تمام ابدأ بيه ابدأ بنفسك مشاو الله شطورة حسناء عندك سؤال تاني طيب كنت عايزة اعرف على مر الاصور معنى مر ومضادة على مر الاصور يعني على طول الزمن اه تمام اه ايه تاني العصور بقى مفرودة ايه اه العصر جميل طب تيجي نعريبها على حرف ايه على حرف جر مر اسم مجرور على متجر الكسر جميل استاذ علاء هيكتبها لك اهيه عشان الاعراب بتاعها تقول ليه بالتفصيل على مر العصور على حرف جر معلومة ليك الحرف بيبقى مبني على طول تمام مر هتبقى اسمي ايه مجرور على متجر الكسر طيب العصور هتبقى مضاف اليه جميل عايزين نلعب لعبة البدل بقى في الجملة دي ايه رأيك مش ها يبقى على العصور ايه مرها اه برافو عليكي طيب ليه حطيتي ضمير اه علشان هو بدل اه اه اجتمال جميل ما شاء الله عليكي عندك ايه سؤال تاني اه اعراب ايه هذا الشاكي اعراب ايه ايه هذا الشاكي ايه هذا الشاكي ايه الجمال ده ده دي عايزة تفصيل كتير استاذ علاء معاك اهو استاذ لست علاء ايه هذا الشاكي ماشي حسنا ايه هذا الشاكي طبعا ده اسلوب ايه اولا هو اسلوب نداء صح؟ اه تمام طيب اداة النداء فين؟ اه ايه هذا ايه بس ايه 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 تمام المناطق عندنا مين؟ اه هذا هذا تمام كده؟ وبعدين كلمة الايه؟ الشاكي الشاكي كاننه الناس قلنا انه من اه طبعا انه اقولades هذا ده اسم اه اسم several Fair مبني صح؟ اه في ايه؟ اه في محل ايه؟ في محل مصبو مناده ناصب ايه مناده تمام تمام؟ وطبع كلمة الشاكي احنا قلنا لو صعبتنا قلنا انه من انواع المناده في بعد اسمل اشارة بيجي ايه؟ كلمة معرفة بلالف والان بعربة ايه؟ technically بدل بدل يبعا عندنا كلمة الشاكي طورة بايه؟ اه بدر. بدر طبعا منصوب. طب حسنانة وجلنا في الامتحان نوع نوع المنادة ايه? ايوة. 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 نوع المنادة اه علم. علم هي هذا ينفع اسمي اخوكي اه هذا? لا. طب تعالي مسيكهم كده هي مش نفع. لأ هتوبها مضاء اه. واحدة واحدة بس. هي مش نفع اه علم. طب هل هي نكرة مقصودة? اه. طب هي نكرة غير المقصودة لأ. لأ. برضو ولا مضاف ولا شبيب المضاف. هو هنا ده حسناء نداء مافيه ال. يعني ماذا من قولك مثلا اه نادي على المعلم هتبري يا المعلم ولا يا هذا المعلم. اه يا هذا المعلم. يبه ده نداء مفيه ال. مع مم برضو ليكنت الاذكاء فقط. الحسناء و conexيطة إن قد تكون نكرة مقصودة تمام? نداء مافيه ال. احنا بنول دايما نداء مفيه ال. بس له قلت تك нами في بعض الكتباء اكبر شوية يقولك أنه هنا منادة ناكرة مقصودة بس ما تطالش في المتحدة يبدأ نداء ما فيه ألي حسناء تمام؟ شكرا حضرتك يا أستاذ أتمنى تكون استفدت معنا حسناء ليك أيها سئلة تانية؟ طيب تابعي معنا إن شاء الله وتستفيد من درس سميرة موسى توقفنا مع سميرة موسى عند إدراكها أن العلم أولى من كل شيء وأهم كل شيء وأنها اتخذت قرارها سريعا فكان العاطق أو العبء على الأسرة انتقلت الأسرة سريعا إلى القاهرة حتى تتم تعليمها الثانوية في القاهرة لأن المدارس في هذا الوقت لم تكن منتشرة في كل بقاع مصر وأثرت على دخول الجامعة هنا لفتة طيبة من الأب هي أثرت على دخول الجامعة هل وفق الأب؟ طبعا الأب أمام إصرار ابنته وطبعا رؤيته أنه بنته محبة للعلم ومتفوقة فأكيد طبعا أي أب بيحب أن يرى أن ابنه متفوق أو ماشي معاه في الدراسة فما بيحبش يقتل حلمه أو يقتل طموحه ده فوافق والدها على التحق بالإيه؟ بالجامعة وممكن يجيدي شؤالة أسرار ابنتي يقول لي ما دور الأسرة في نبوغ مثلا أو في تفوق سميرة موسى طبعا راحل كتير من أولها من أولها طبعا من بداية النوافق أصلا أنها تتعلم نعرفين في الوقت ده كان تعليم البنت كان مشكلة كبيرة جدا طبعا كان قلة من البنات التي تتعلم التي تتعلم ووافق على تعليمها من البداية كمان تحمى العب أن ينتقل من قريته وذهب إلى مدينة القاهرة عشان يلتحق تلتحقها بالمدرسة السنوية وكمان أسرارها اضطر أن يدخلها للجامعة لتلتحق بكلية العلوم جامعة القاهرة وتتفوق في الكلية ومتخيبش طبعا أمل أبيها وتتفوق على مدار الأربع سنوات وتعين داخل الكلية وبعد كده تحصل ساميرا عموس على درجة الماجستير من مصر ثم تحصل على بعثة أخرى إلى إنجلترا لتحصل على درجة الدكتوراه والمتفوق ده من أستاذ وليد بيبدأ من البداية وبيستمر للنهاية في التفوق الدرجة الدكتوراه زي ما احنا عارفين بتحتاج لفترة طويلة جدا أو وقت طويل جدا هي لنبوقة أو تفوقها حصلت علىها في 17 شهر يعني نجل نحسبهم هنلاقيها أقل من سنة وإيه أقل من سنة ونص حصلت على درجة الدكتوراه ده دليل على أن أبوقة هو تفوق طيب يا طرق إيه بقى المجال اللي هي تخصصت فيه في الدكتوراه أستاذ وليد يعني كان هناك دافع كبير أوي إن والدتها كانت مريضة بمرض السرطان فده دفعها أنها تجد علاج أو تحاول أن تساعد هؤلاء المرضى بعد وفاة والدتها فأصرت أن تكون الظرة من أجل السلام أو الاستخدام السلمي للذرة من أجل مكافحة مرض السرطان وخصصت كل أبحاثها في هذا المجال بعد دخول أمها في هذا أصراع الكبير وكانت المنحة من الله سبحانه وتعالى على اجتهادها ورسلت فيه منحة لدراسة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية 1951 لدراسة الظرة بجامعة كاليفورنيا ناخد بالنا بس أن احنا هنلاقي عندنا تواريخ أي تاريخي قبلك حاول تقسمه 2 يعني بدل ما نقعد نقول 1951 لأخلات 19-51 ده أسهل شوية لأن كده كده 19 دي هتبقى سبتة معاكتو للدرس لكن هنبدأ مثلاً 51 ذهبت ليه؟ ذهبت لأمريكا تمام؟ بعد كده هيجي لنا خبر تاني مثلاً 52 نعرف إلي فيه يبقى 19-51 ذهبت لدراسة الظرة بجامعة كاليفورنيا وكانت النتيجة أنها أذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في مجال الظرة وخاصة في الأوساط العلمية في أمريكا وأوروبا كانت ساميرا موسى الزوالي تأمل أن تسخر علومها لخير البشرية فدعت العقد المؤتمر داخل مصر دعت لمعظم العلماء المتخصصين في هذا المجال اللي أثروا الدنيا طبعاً بأبحاثهم في مجال الظرة ثم بعد ذلك ذهبت ورجعت مرة أخرى إلى أمريكا يا ترى ليه؟ طبعاً استكمال أبحاثها ولتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلادها وكان نتيجة ذلك أنها طلعت على الكثير من مستحدثات تلك الأبحاث وتبادلت الآراء والأفكار مع العلماء ولكن طبعاً بيأتي القدر بما لا يحبه للناس في بعض الأحيان ماذا حدث لساميرا موسى؟ نعم في أغسطس من عام 1952 أعلنت إحدى الصحف المصرية نبأ وفاة الدكتورة سميرة موسى حيث هوت أي سقطت سيارتها فجأة من قمة جبل وماتت تمام؟ بعد أن أثرت الحياة العلمية جاء هذا الخبر المحزن وقد دعت إلى مؤتمر قبل وفاتها وبالفعل كان هذا المؤتمر شعاره الظرة من أجل السلام ونجح هذا المؤتمر نجاحاً باهراً حيث أن حضر هذا المؤتمر كل العلماء المهتمين بمجال الظرة من كل بقاع الأرض من كل أنحاء العالم لاهتمامهم بهذا المجال وكان هذا نجاحاً مبهراً لتلك العالمة المصرية أو الفتاة المصرية التي استطعت في وقت قصير أن تتخطى الكثير والكثير من العقبات التي قابلتها إلى أن توفاها الله سبحانه وتعالى فرحمة الله على تلك العالمة الجديدة التي أرادت أن تفيد مصر بتلك المعلومات يعني بندعو أولادنا أستاذ علاء أنهم يبحثوا عن سيرة حياة سميرة موسى يعرفوا معلومات عنها أكتر لأنها قدوة من القدوات الجميلة الموجودة عندنا واستاذها كمان مصطفى مشرفة وكان عالم كبير من العلماء وأولادنا يبحثوا عنهم عن المعلومات الجميلة حولهم ولكن كعادة مصر دائماً مصر لم تنسى أبناءها في أي وقت من الأوقات تماماً أستاذ وليد مص طبعاً لم تنسى العالمة سميرة موسى فقط قامت بتكريمها عندما منحها منح الراحل رئيس محمد أنور السادات عام 1981 منح اسمها وسام العلوم والفنوم من الطبقة الأولى ثم أطلق اسمها على إحدى المدارس بوزارة التربية والتعليم وأنشئ قصر ثقافة عليه اسم سميرة موسى في قريتها عام 1998 نعم تعالوا ناخد تدريب كده بعد ما خلصنا الموضوع ونشوف الأسئلة بتيجي ازاي مثلاً ولدت سميرة موسى عام 1917 قريت سيمبو التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية وطلقت تعليماء الأولي بكتاب القرية حيث أتمت حفظ القرآن الكريم وظهر نبوغها في المدرسة الأولية بالقرية وبدأ حبها الشديد للعلم القطعة دي مهمة جداً لأنها بتيجي جزء ده بدأ حبها الشديد للعلم بدأ يعني ظهر والمعرفة ورغبتها في الكشف عن الغوامض وأدركت سميرة موسى أن العلم هو الهدف والرسالة والحياة ثم انتقلت سميرة موسى مع أسرتها إلى القاهرة حيث أتمت تعليمها الثانوي طبيعي جداً أول سؤال بيجي لنا مفردات تمام معنى كلمة نبوغها ومضاد بدأ ومعنى الغوامض طبعاً النبوغة يعني ذكاؤها أو تفوقها مضاد بدأ زي ما حدت قلت بدأ يعني ظهر فبالتأكيد هيكون عكسها اختفى كلمة الغوامض معناها الأشياء المسطورة أو الأشياء الخفية ومفرد الغوامض طبعاً بيبقى الغوامض جميل متى ولدت سميرة موسى وفي أي قرية أو في أي القرى نشأت ده سؤال مقالي يعني محتاج كتابة شوية ولدت سميرة موسى 1917 قلنا بنقسم التاريخ 2 عشان السؤولة بتاعته 1917 ونشأت بقرية سيمبو التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية طبعاً لازم معلومات تبقى كاملة لو في حاجة نقص معلومات اللي احنا قلناها دي هو بيسألك عن المعلومات دي فبيقسم الدرجة نصين نص على متى ولدت ونص أين هي نشأت فالنص الأولاني عليه درجة ونص التاني عليه درجة طبعاً أين تلقت سميرة موسى تعليمها الأولي طبعاً تلقت تعليمها الأولي في كتاب القرية حيث أتمت حفظ القرآن الكريم وظهر نبوغها وتفوقها في المدرسة الأولية بالقرية لماذا تركت سميرة موسى قريتها وانتقلت إلى القاهرة انتقلت لكي تتم تعليمها الثانوي والجامعي حيث التحقت بكلية العلوم وكانت الأولى في جميع سنوات الدراسة ثم حصلت على درجة الماجستير أوضح كيف كانت سميرة موسى طفلة غير عادية كانت سميرة موسى طبعاً طفلة غير عادية حيث ظهر نبوغها في المدرسة الأولية بالقرية وفي دراستها بالجامعة فقط كانت الأولى في جميع سنوات الدراسة جميل يعني سؤال آخر وأذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في مجال الظرة وبخاصة في الأوساط العلمية في أمريكا وأوروبا وكانت تأمل يعني تتمنى أن تسخر علومها في الظرة لخير البشرية وليس لهدمها معنى أذهلت وتسخر معنى أذهلت أي أدهشت معنى تسخر تهيئ وتزلل ما الأمل الذي كانت سميرة موسى تسعى لتحقيقه كانت سميرة موسى تسعى لتأمل أن تسخر علومها في الظرة لخير البشرية وليس لهدمها وبخاصة في مكافحة مرضى السرطان جميل ماذا فعلت سميرة موسى لكي تحقق حلمها دعت إلى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم تحت شعار الظرة من أجل السلام حيث شارك فيه كبار العلماء في العالم طيب لو جلنا هنا سؤاله بيسألني يعني ما الدليل على نجاح هذا المؤتمر الذي شارك فيه كبار العلماء في العالم كيف انتهت حياة سميرة موسى أغسس 1952 كانت تقود سيارتها فهوت بها من فوق قمة جبل ثم ماتت السؤال ده مهم جدا نجاي كيف كرمت كيف كرمت مصر العلمة سميرة موسى قد منحها الرئيس الراحل أنور السادات وسام العلوم والفنوم من الطبقة الأولى عام 1981 وكمان من مظاهر التكريم يطلق اسمها لإحدى المدارس بقريتها وإنشاء قصر الثقافة يحمل اسمها في قريتها عام 1998 هل يمكن أن تحقق البحوث في الظرة الخير والسلام للبشرية؟ وضح رأيك بالطبع يجب أن تحقق البحوث في الظرة الخير والسلام للبشرية حيث تستخدم في مكافحة الأمراض الخطيرة مثل السرطان أستاذ علاء يعني معانا فصل جميل من فصل القصة بسمة أمل يعني كنا توقفنا في الفصل الثاني عند نجم الدين بعد أن تخلص بواسطة الخوارزمية وخدعة شجرة الدر والقادي بدر الدين الزرزاري واستطاع أن يصل إلى فك الحصار من عليه من بدر الدين لؤلؤ ومن غياث الدين الرومي من على آمن وانتقل نجم الدين إلى حصن كيفة على الحدود أحد الحصون المهمة تمام انتقل نجم الدين وبدأ يعيد ترتيب حساباته مرة أخرى في حصن كيفة ولكن القلق بدأ يتسرب إلى نفس نجم الدين أيب يطرى ليه وكان متعاود أن يجيل أخبار دائما عن أعوانه داخل مصر ولكن تلك الأخبار انقطعت عنه فجأة فقاف طبعا عليهم ماذا حدث لهم في ظل هذا الحاكم الفاسد أخيه الملك العادل سيف الدين كميل وبالفعل جاء حديث نجم الدين عن بكر القماش إذ أخبره الحاجب وجود تاجر يريد أن يقابلك يا مولاي ودخل ذلك التاجر على نجم الدين وبعد أن تحدث في التجارة سيتحدث معا في أحوال مصر وهي مقسمة تعالوا نشوف كده أقسمها هيتحدثوا عن عامة الناس فيقول له يا مولاي نحرت لهم الذبائح ووزعت لحومها وخرجوا لمشاهدة موكب العادل وكأن الناس لا يعلمون من فساد هذا العادل شيئا أما القواد والأمراء فلم يبقى في مصر من القواد والأمراء إلا ذو النفوس الخبيثة الطامعة الذين يطمعون دائما لتحقيق مصالحهم الشخصية والذين كانوا يتقربون إلى الملك بتقديم الجواري الحسان لديه وكان أبرزهم طبعا الأمير داود الذي أصبح الآمر الناهي داخل قصر الملك العادل جميل أما عن الملك نفسه الملك يا مولاي وراء الأستار وخلف الجدران خبير بالجواري وألوان الشراب والطرف لا يفيق إلا حين يضع يده في خزائن الدولة يغترف منها ما يشاء لينفقه في اللهوة والمجون والفقرة دي مهمة جدا لأنها بتبين فساد الملك العادل أو الملك سيف الدين كما يلقبونه بالملك العادل تمام ثم جاءت الصفقة الرابحة تمام طبعا الأمير داود كان يضع عينه على دمشق فأراد أن يأخذها من الجواد نائب العادل على دمشق فالعادل أرسل برسالة إلى الجواد لكي يطلب منه أن يأتي إلى مصر ويطرق دمشق في مقابل أنه يدله الشوبك والأسكندرية وقليوب وعشر قرى من قرى الجيزة ولكن تلك الحيلة أو تلك الخدع لم يقوم بها الجواد ليه؟ لأنه أدرك أنه لو جاء إلى مصر قد يتم التخلص منه فعقد صفقة رابحة بالنسبة لنجم الدين وهي طبعا أن أرسله رسالة وطلب منه أن يحصل أساس وليد عملية تبادل نجم الدين يأخذ دمشق في مقابل أن الجواد يأخذ حصن كيفة كيفة وسنجار يبقى هي صفقة رابحة وهنجد هنا أن الأراء هنا تختلف بعد تلك الصفقة الرابحة أبو بكر القماش بولو صفقة رابحة يا مولاي وشجرة الضر بتوافق على ذلك هل بعد دمشق إلى مصر 18 يوما بألمشي الوئيد كنا معكم على مدار الساعة ننتظركم في حلقة جديدة متجددة بكم دائما شكرا لحضراتك أستاذ عليك شكرا لك أستاذ عليد وشكرا لطلبنا على أمل في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بمعلمتنا إنك على ما تشاء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته